لكن أنا عندي تعليق وعندي ملاحظة وأظن حضراتكم عندكم نفس الملاحظة لأنها بالنسبة لي تستدعي غرابة شديدة أنا لا أؤمن على الإطلاق بتكاهنات العرفين ولا تخش زمتي بتلاتة مليم وعلي أنا مش قادر أفهم وأستوعب وأدرك اللي قالته ليلة عبداللطيف الشهيرة يعني في شهر 12-23 اللي هي إيه توقعتها وتكاهناتها بشأن عام 20-24 وإن هنا بقى مش بتكلم على أمور ممكن تبقى متعلقة بمسائل شخصية مين تجوز مين طلق مين هيسافر مين هيجي له شغل مين مش سيبك من كل ده ده كلام ممكن نلاقيه في الصحافة الفنية وما إلى ذلك يعني لكن إنها تقول إنه هيحصل حادث طائرة مروع وسوف ينشغل العالم بأسره بهذا الحادث وذلك في الشهور الأولى لعام 20-24 لازم نتوقف عن ده أنا ضد الخرافة جداً 100% مش 99% ضد الخرافة ولا أقبل تكاهنات العرفين لكن هذا أمر لا يمر كده في حاجة مش صحة مش خرافة في حاجة مش صحة في حاجة مش مفهومة من أين أتت السيدة ليلة عبداللطيف بهذا الكلام محدش بقى يجي يقول لي أسلالي عبداللطيف عندها البلورة السحرية ليلة عبداللطيف مش عارف عندها الاتصالات اللي مش عارف إيه والعالم الآخر والعالم اللي مش آخر لأ الكلام ده نتكلم فيه لما يبقى فيه عندنا 11 سنة لما يبقى عندنا 11 سنة بالكتير 15 أخرنا وإحنا قاعدين في المصيف بالليل وقاعدين عملين بنهزر وبنتحك وبنتكلم على العالم الآخر والعالم اللي مش آخر ومين مخاوي ومين بيسحر ومين بيعمل هذا التوقع أنا في رأيي لم يأتي كده كده يعني إيه مش موضوعنا بس وجب نحن نحاول نفكر هو إيه القصة في حاجة مش صحة على الإطلاق طيب